اشتركوا في القناة الاحماض الضعيفة والمعايرة اذا نخترع عليكم التمرين او النشاط التالي لدينا في حسة الاعمال التطبيقية طلب الاستاذ من تلاميذته تحذير محالي المائية لاحد الاحماض المجهول بالنسبة للحمض هذا نعتبره حمض مجهول اذا حذرنا عدة محالي المائية بتركيز مولية مختلفة فكل محلول قصنا PH المحلول فتحصلنا على البيان التالي اذا لدينا البيان التالي عندنا محور الفواصل هو LOG الاناقس تركيز الاناقس فينال على تركيز الAH فينال هذا محور الفواصل اما محور التراتيب عندنا البي ااش اذا تحصلنا على هذه النقاط او تحصلنا على عدة نقاط بعد ما نوصلنا بنتها تحصلنا على هذا المستقيم اذا نعطي بضعة نقاط التي نحتاجها هذه عبارة عنها اربعة فاصل سبعة وثمانين هذه النقطة وهذه النقطة عبارة عن خمسة ترتيبة تحاية خمسة فاصل سبعة وثلاثين وهنايا عندنا صفر فاصل خمسة صفف فاصل خمسة اذا نعطي نقطتين مستقيم وعنطي نقطتين هذه النقطة ترتيبتها اربعة سبعة وثمانين وهذه النقطة عندنا خمسة سبعة وثلاثين ترتيبتها والفاصل سيفاصل خمسة محور الفاصل هو اللغارية من العشاري لتركيز الاموان في نار على ااش تركيز الاموان في نار ومحور التراتيب هو البي ااش كما تعلمون اعزائي الطلبة ان الفرض اناقص هو عبارة عن الاساس المرافقة فواء ااش هو الحمز المتبقي اذا نعلم ان المعادلة انحلال الحمز في الماء تعطيني هاتين او هذين الفرضين السؤال هو ما هو السؤال السؤال عبر عن عبر عن البي ااش المحلول طبعا بدلالة البي كاء والنسبة او والنسبة اموان في نار على ااش في نار هذه العلاقة هي علاقة اندرسون لازم كلكم تعرفوها لانها علاقة جدو مهمة هذا العبارة هي السؤال الاول السؤال الثاني باستعمال العبارة والبيان استنتج او استخرج من البيان قيمة البي كاء لهذا الحمز ثالثا سنقترح عليكم ثلاث احماض وانتم قلولين الوين الحمز الذي يناسب اذا استنتج صيغة واسم واسم الحمز الموافق للتجربة من بين الاحماض التالية من بين السيغ التالية نعطيكم نعطيكم سيغ وانتم ما تختاروا السيغة التي نترسل بعد تعليل طبعا اذا عندنا الحمز الاول نعطيكم الحمز ونعطيكم البي كاء التاعو وانتم ما تختاروا اذا الحمز الاول هو حمز السي او او اش الحمز الزاوج هو سي ثنين اش خمسة سي او او اش والثالث هو سي ستة اش خمسة سي او او اش هذا هو ثلاث احماض نعطيكم البي كاء اللول هو ثلاثة ثمانية الزاوج اربعة سبعة وثمانين والثالث هو اربعة فاصل عشرين الحل اذا تبعوني مليح جيدا اذا كمان نعلم بان الحمز الضعيف انحلاله غير تام والمعادلة التعو رح تعطيني هذين الفردين اللي هما اناقص اش اذا نعلم ان اي حمز اش زائد الماء يعطينا حسب برونشد ماذا يقول العالم برونشد يقول ان تفقد بروتونات فعندما تفقد هذا البروتون يلتقطه الماء فنحصل على امو زائد اش لا زاء زائد سمينا هذه سمينا هذا الفرد بالاساس المرافق وهذه بشاردة الهايدرو نيوم الآن السؤال الأول عبر عن البي اش المحلول بدلت البي كاء والنسبة هذه الآن بما أن العلاقة فيها بي كاء نلجأ إلى الكاء الكاء جداء جداء تراكيز النوادج على جداء تراكيز المتفاعلات والماء واحد هذا معروف إذن تركيز ذا في تركيز ذا على تركيز هذا طبعا عند التوازن عند التوازن إذن ما العلاقة بين الكاء والبي كاء نحن نعلم بأن البي كاء هو ناقص لوغ كاء إذن نعلم أن البي كاء هو ناقص لوغ كاء إذن شا ندير ندير ناقص لوغ الطرفين ندير ناقص لوغ هنا وناقص لوغ هنا ومنه لو كان ندير ناقص لوغ الطرفين شا تولي هنا يا تولي ناقص لوغ كاء وهنا ندير لها ناقص لوغ الآ ناقص في الأسر وزائد على الآ اش فينا. اذا كدرت ناقص لغ الطرفين. اذا ناقص لغ كا هو بي كا ا. هنا شا ندير? لو لو نستبدل هذه النسبة بجداء. ماذا افعل? ندير ناقص لغ ماذا? ندير هذه على هذه وحده. اموة على اش وحده. وهذا نديره هنا يا واحده. رجعته على شكلي جداء. اذا هذه على هذه مضربة في هذه. لماذا? لكي استعمل خواس لغاريتم. شا يقول لغاريتم الجداء? لغاريتم الجداء ولغاريتم الاول زائد لغاريتم الزاوج. اذا بي كا ماذا يساوي? يساوي ناقص لغاريتم الاول. اموة في نال على ا اش. هي من المفروض لغاريتم الاول زائد لغاريتم الزاوج. لكن بما انه هنا نقص. نانشرو. تولي ناقص لغاريتم الاول ناقص لغاريتم الزاوج. اذا هذا الناقص الاسل التاعه هو هذا الناقص. تخل بالنشر. آآ بدcourseم بعد تطبيق الخاصيات عن الجمل. تخلى النقص. اذن لغ جوداء ولغ الاول زائد لغ الزاوج. يمكنكỗi تخلى علمتوا لي ناقص الاوغ الاول ناقص الاوغ الثاني اذن نعلم بان هذه هو بي اش هذا عبارة عن ماذا بي اش اذن النتيجة شا تعطينا بي كا تساوي هذا اجتهوه بي اش ها هو البي اش وهذا اجتهوه هذا ناقص الاوغ امو على اش تعطينا ناقص الاوغ امو اي كما راه يتبقى كما راه يناقص الاوغ امو على اش هذه هي انتهى السؤال الاول الان ننتقل الى السؤال الثاني السؤال الثاني ماذا يقول يقول استخرج من البيان البيكا انتبهوا جيدا لاستخراج البيكا يجب معرفة ما يلي استخراج البيكا بيانية إذن كما تعلمونا بأن البيكا يساوي البياش متى يكون البيكا يساوي البياش متى عندما يكون يكون البيكا يكون البيكا يساوي البياش يكون البيكا يساوي البياش عندما تكون النسبة هذه 0 أعيد يكون البيكا تساوي البياش عندما تكون النسبة هذه 0 لماذا؟ لأن البياش زائد 0 أو نقل 0 هو البياش إذن يكون البيكا عندما تكون النسبة 0 ومتى تكون النسبة 0 يكون هذه النسبة 1 لان log 1 هو 0 نعودها يكون PKI يساوي الضباء 0 يعني يكون PKI يساوي pH لما log على اله يساوي 0 إذن عندما يكون اللوغ يساوي 0 معنتها النسبة تساوي 1 النسبة تساوي 1 لأن اللوغ 1 يساوي 0 وعندما تكون النسبة تساوي 1 يعني يعني يكون أي ويكون الأموال يساوي AH إذن هذه معلومات جد وخيمة إذن يكون البي آش يساوي البي كآ عندما تكون نسبة واحد ويكون اللوغ يساوي 0 ويتكون الحمض المتبقي يساوي الأساس المرافق ركزنا إلى هذه إذن متى يكون البي آش يساوي بي كآ عندما يكون اللوغ آمو على آش يساوي 0 وإحنا شعلنا على محور تاراتي الفواصل عندنا اللوغ نسبة إذن كي تكون اللوغ النسبة صفر عندما تكون اللوغ النسبة صفر يكون البي آش يساوي πكآ إذن هذه النقطة ركزوا معي على هذه النقطة هذه النقطة الفاصلة oise تحارة هي ثور اللوغ النسبة صفر والترتيب رهي 4ة سبعة ثمان هي بي آش إذن هذه هي نفسها بي كآ لماذا؟ لأن عندما يكون اللوغ النسبة صفر يكون البي ح يساوي بي كآ ومادم هذا 478 هي pH فيمكن اعتباره أيضا أنه pkA إذن ومنه بيانيا نجد أن pkA هو pH اللي هو 47 إذن pkA 47 هذه هو الإجابة ننتقل إلى السؤال السيرس ماذا يقول استنتج سيغات واسم الحمض الموافق للتجربة من بين السيغة التالية إذن هايا عندي أستاذ أحماض ما عندنا سيغات قيمتع pkA لاحظوا هذا الـ 84 هذا الحمض الثاني pkA 84 وإحنا هنا شاكلنا pkA 84 إذن السيغة الموافقة هي سيغة الحمض الثاني اللي هو C2 5 COOH إذن السيغة الموافقة الحمض الحمض الموافق للقيمة pkA عفوا تسوي ربعة 87 هو حمض نعطله اسمه إذن هنا شاء عندنا من ذرة كربون عندنا زوج وعندنا واحد اسمه عندنا ثلاثة ثلاث ذرات كربون هذا حمض كربوكسيلي يحتوي على ثلاث ذرات كربون إذن يسمى حمض البروبا نويك هو حمض البروبا نويك ذو سيغة C2 H5 COOH بعض الترامد يعتقد أن هذا حمض الإسانويك أو حمض الخل لا ما تنسوش الكربون اللي يراوه هنا إذن هنا ما نقولوش عندنا ثلاث ذرات نقولوه عندنا ثلاث ذرات وكما نعلم اللي يسير الزرات هو حمض البروبا نويك وهكذا نتمنى أنكم استوعبتم هذه الحساس في انتيضة الحساس مقبلة إن شاء الله تقبل مني صالح التوفيق وتقبل الله سيامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر